احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم اما بعد احبة في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومع كنز جديد من كنوز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه لنا اليوم عبد الرحمن ابن ابي صخر رضي الله عنه الملقب والمشهور بابي هريرة رضي الله عنه حيث يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه صدقت يا سيدي يا رسول الله فيما رواه البخاري ومسلم سبحان الله الاسلام عجيب والسنة من عجائب هذا الدين التي قلنا انها شارحة لكتاب الله عز وجل الجانب الاخلاقي في الدين جانب كبير جدا سبقنا فيه داعيا الى الله عز وجل الخليل عندما قال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وقال رب العباد سبحانه وتعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هو الذي بعث في الامنين رسولا منهم يطلع عليهم اياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فجعل رب العباد مسألة التزكية هذه قبل التعليم وجعل مسألة الخلق شيء سبحان الله فالاخلاق تحتل في الاسلام شيء سبحان الله العظيم يعني افضل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة واثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق وذهب حسن الخلق بخير الدنيا والاخرة ولعل رب العباد سبحانه وتعالى في اعظم وسام في تاريخ البشرية كلها منذ خلق ادم الى ان يرث الله الارض من عليها هذا الوسام العظيم لم يعطيه الا لانسان عظيم في كل شيء وقال له رب وانك لعلى خلق عظيم وكان خلقه القرآن وكان قرآن يمشي على قدمين بين الناس وعلم صحابته ونسخ منهم نسخا مصحفية تسير على قدمين في السلوك في المعاملات وفي الاوامر والنواهي فكل واحد منهم اذا اعطى اعطى لله واذا منع منع لله واذا غضب غضب لله واذا رضي رضي لله بهذا المنطق ويعني كما انزل الله على رسوله وعلينا قل ان صلاتي ونسقي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين فكان كل امر في حياته هي لله فانظر الى هذا الكنز العجيب من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت فيه ناس بعد عندك في البلد كده بالعامية يقولك مسحوبة من لسانها يعني مسحوبة من لسانه يعني لسانه امام عقده فيطلق القضيفة من لسانه وبعدين يفكر يا ابن الحلال اجعل لسانك وراء عقلك اجعل لسانك خلف عقلك وبعدين فكر الاول في الكلمة قالوا يا حسن يا بصري انت ليه كنا مقليل كده احنا مش الله علينا في كل حالة نتكلم قال انا رجل اعرض الكلمة على عقلي فان وجدتها ستوضع لي في ميزان حسناتي قلتها فقلت على الله وقل وان رأيتها ستوضع لي في ميزان سيئاتي توقفت ولم اقولها يا الله يعني هو حريص ان الحسنة لا تضيع بالكلمات فالكلمة دي ها لو قلتها ها اخذ عليها حسنة يبا نقولها ان شاء الله اذا قال عقله نعم توقف على الله واذا قال عقله لا ليه العقل سمي عقلا لانه يعقل الانسان زي عقل الدابة يعني عقل الدابة تربط الدابة بعقالها فلا تهرب فالعقل يربط الافكار حتى لا تتناثر وتذهب شذر مذر وانما تكون الافكار في مكانها والافكار في بؤرة الحدث والكلمات تخدم سبحان الله الموضوع الذي ايه الذي تريد ان تصل اليه فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقول خيرا او ليصبا ليه لان الكلمة اذا لم اقلها فانا املكها واذا قلتها فييتملكني هذا امر الامر الثاني اندم كثيرا على كلام قلته ولا اندم ابدا على كلام لم اقل يعني اه لانا الكلام لم اقلش خلاص يعني اما ان اقول خيرا او اسكت احسن ليه فالصمت افضل من كلام يؤذيني جراحات السنان السنان ليه الاسلحة يعني جراحات السنان لها التآم ولا يلتام ما جرح اللسان ليه لان كما قال حكيمنا العربي جرح اللسان انكى من جرح السنان في كلمة تظل في عائلة عشرات السن يقولك الحجة الكبيرة قالت مرة كذا وابو فلان مرة قال كذا والشيخ فلان قال كلمة تظل فان كانت بحسنها صارت خيرة وان كانت بسوئها اصبحت شرة فاللسان ده كارثة ومن كرم الله عز وجل انه جعل للسان قفلا جعل الشفتين تغلق عليه فاذا اغلقت الشفتين خلاص اذا غلقت الشفتين انتهى الموضوع فهو ربنا من كرمه لم يترك اللسان هكذا خارجا يخبط هنا وهناك ده جعله شفتين عشان لما تحب تغلق عليه زي ممكن عندك صبي كثير النشاط طفل كثير يحبو هنا فتغلق الباب الاول فاذا اغلقت الباب ضمنت ان الولد داخل الغرفة لغير تفتح له الباب ينزل على السلم يجي عند جنافذة يخترب من النيران من متجاز من مش عارف ايه الله فانت لازم تربط اللسان لان اللسان اذا تركته كدابة يعني ان تركت هذه الدبة الشرسة المتمردة ممكن ترديك فاللسان قد يردي ليه لان كارثة اللسان ان فيه كبائر مش موجودة في اي جارحة تانية تقول الجوارح كل يوم يا لسان اتقل لها فينا فنحن نسلح بصلاحك ونفسها بفسادك سبحان الله فاللسان فيه مصيبة الكذب كذب الكذب تبلغ الافراق تعمل مصايب بين الناس بعدها اللسان فيه شهادة الزور والمصيبة في شهادة الزور انه يبيع يعني دينه بدنيا غيره يضيع الدينه بدنيا غيره واللسان فيه مصيبة الغيبة وفيه مصيبة السخرية وفيه مصيبة السباب وفيه مصيبة فحش القول يا الله وفيه مصيبة الكذب ازا ما قلنا فعنشوف كم مصيبة مصاب عدة مش موجودة في اي جريحة تاني فالرسول بيصف لنا بسهولة العلاج من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصف ياما اقول خير ياما الله الغني امسك دي ثاني وقعد كده ودعين مكم الصامت في المجلس الناس يستقف منه لكل ناس يتكلم فكلهم ينظروا يا الله ده بيفكر في فكرة معينة ده له رأي خطير جدا ده وسكت عشان يفهم القصة والله يبقى الكل مرعوب منه ومنتظر كلمته سبحان الله فالانسان يكون رزين وهادئ سبحان الله ونسأل الله ان يمسك ألسنتنا عما يغضب رب العباد سبحانه وتعالى ولكن لهذا الحديث العظيم وهذا الكنز الكبير من كنوز السنة المطهرة نعيش ولكن بعد الفصل ان شاء الله يكونوا معي بإذن الله أهلا بكم مرحبا أحبة في الله مرة أخرى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقض خيرا أو ليصمت هؤلاء الذين يقدرون قيمة القلمة وأنا أهمس في أذن أبنائي من الإعلمين ومن الدعاء ومن من لهم أثر فكري في الحوارات أن يتقوا الله في أمتهم وأن يخرج الإنسان منهم ليقول كلاما طيبا لا يثير به فتنا أو أحقادا ولا يثير به نزاعات ولا يصير به صراع بين الحكم والمحكوم أو بين الجار وجاره أو بين الأعراف الناس الذين يعيشون في بيئة واحدة فكان من بلاد عندنا فيها أرقيات مختلفة وفيها يعني أراء مختلفة ولكن علينا أن نعرض ما عندنا ليس بنية تفتيت وحدة الأمة ووحدة الوطن وتفتيت كيانها وإثارة وتكدير صف السلام الاجتماعي ليس هذا من دين المسلم ولا من مهمتي في الحياة بل هو إنسان سبحان الله دمث الأخلاق إنسان سبحان الله العظيم يعلم أن الذي يقوله له ثمرة فيبحث عن الكلمة الطيبة ضرب الله بها مثلا ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرع في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكروا ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار الله أكبر وذلك يأتي بعدها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فالإنسان لم يكن كلامه طيب ربنا يثبته هذه كلام 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 المطبوط وكم من ناس عقلا في العائلات الناس تنزع إليهم تروح لفلان أبو فلان عاقل ما شاء الله على أم فلان عاقلة لا تقول الكلام إلا في مكانه ولا بصراحة يشار إليهم بالبنان لكن الإنسان كثير الكلام كثير الخطأ كثير السقط ده إنسان لا يهتم به أحد ولا يحترم أحد ولا يقيم له أحد وزنا فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت الركن الثاني من أركان هذا الكنز ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقرم ضيفه فليقرم جاره إكرام الجار دي قضية يعني عبد الرحمن بن عوف يقول يا رسول الله كنت أن آتي لأنهر الذي أخذك في ركن المسجد وأطال الوقوف معك قال أورأيته يا عبد الرحمن قال نعم يا رسول الله قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه فذل يقول لي الجار يا محمد وحقوقه كذا وحقوقه كذا وحقوقه كذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار هيصير جزء من الورثة عندما أموت يا الله يقول قيمة الجار في الإسلام والعلماء يا الله يرضى عنهم علمونا كلمات طيبة يقول الجار للجار حتى وإن جار الجار للجار حتى وإن جار والجيران ثلاثة ثلاث أنواع جار له حق وجار له حقين وجار له ثلاثة حقوق الجار المسلم القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة والجار المسلم له حقين حق الإسلام وحق الجوار والجار غير المسلم له حق الجوار إذن له حقوق وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني أول ما يذبحون شاتا في بيت رسول الله اول سؤال يسألوا عليه الصلاة والسلام هل اهديتم الى جارنا اليهودي الله اكبر هل اهديتم الى جارنا اليهودي لان الجار ده اقرب الان اقرب الناس وعمر جعل معرفة الجار ركن في المعرفة لان جاء الرجل يشهد مع اخر قال انت جاره الان الذي يعرف مداخله ومخارجه وقال كلا كان عمر يقول له انت لا تعرفه لان الجار يرى من جاره ما لا يرى الاخرون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان انسان عظيم هو اعظم انسان يقول ايه يقول حتى اذا دخلت الى بيتك بفاكهة ها اما ان تعطيه منها تروح تعطي جارك لانه شايفة كنت لا سبحان الله او لا تخرج ولدك ليغيظ بها ولده الرسول بيحافظ على نفسية الناس على ان الناس ما يحقدوش على بعض الناس سبحان الله العظيم ما يكونوش يعني سبحان الله العظيم يعني بهذا المنطق يعني يؤذي بعضهم بعضا فالجار سبحان الله العظيم له حق بهذا المنطق حتى يقول ولا تعلو بجدارك عليه لتمنع عنه الريح يعني انت عندك بيت سبحان الله العظيم فالطريقة انك تهديمه وتبني بناء كبيرة تستهدن الجار الاول لانه بيته طابق او طابقين تقول لي يا ابو فلان تأذلي ان ابني بجنبك بناء عشان الاولاد عايز اسكنهم وجبت اأتي بالرخص المطلوبة لهذا المبنى عشان استهدن الاول منك لان انت لك حق الا احجب عنك يا الله قال واذا طبخت فاما ان تعطيه او لا تؤذيه بقتار قدرك الا ان تغرف له منها يعني هو يمكن انت جار غني وهو جار فقير فهو لما يشمر هذا هو يعني هذه عظمة الاسلام هذا هو كيان الاسلام وبالذات الذين يأتون الينا بالذات في دول الخليج من اخواننا من العجم ويسكنون اما يعني يساعدوننا في بيوتنا او يدسون يعيشون قريبا منا نلواجب نظهرهم عظمة الاسلام سماحة الاسلام جمال الاسلام خلق الاسلام خلق المسلم لان بهذا اكون مؤمنا بالله وباليوم الاخر اما انا اؤمن بالله واليوم الاخر يعني ايمان نظري وعندئذ يتأذى جاري مني سبحان الله الجار جاء اليشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جاري يؤذيني قال قال خذ متاعك وضعه على قرعة الطريق الصحابي اخذ المتاع وعطوا لقاء استغربوا الصحابي ما هذا قال هذا جاري يؤذيني قل لي اسبوا يا رسول الله فراح الجار اول ما سمع استياء الصحابة من اخلاقه ذهب فاستسمح جاره واعاده اليه مرة اخرى يعني عندما يكون المجتمع لحمة واحدة المجتمع يكون نسيج واحد خلية واحدة يقولوا انا ماذا عن ما هو جاره اعمل له ايه والعجيب انه كتب الفقه كانت تكتب كلام عجيب يقولوا مثلا ايه ان من شروط الحقوق الزوجة ان نسقينها زوجها بجوار جيران صالحين بالله عليك واحنا الايام دي يعني المطفل السكن ولا السكن الذي يختارونه لكن يعني الفقهاء كانوا في عالم البحبوحة وفي عالم الخير فكانوا يقولوا والله انت ايه انت من الواجب حقوق زوجتك عليك لما تتزوجها تسكنها وسط ناس صالحين فاذا سكنتها جنب ناس غير صالحين لها ان ترفع امرك القضاء ترفع امرها القضاء وتشكوه لانك بتسكنها جنب ناس ليسوا على الوتيرة ليسوا على درجة الايمان ليسوا على درجة الاستقامة تسمع ارفض بذيئة منهم لا تقون الله في مؤمن او لا يرقون في مؤمن في مؤمن الا ولا ذمة فانت من الواجب تراعي قضيت ان الدنيا قد تغيرت وان الواقع قد تغير والفتية تتغير بتغير الزمان والمكان والاحوال والاشخاص فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقول خيرا او ليصبر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره لابد من اكرام الجار لان الجار يأتي يوم القيامة ولهم حقوق كثيرة هذه الحقوق يجب ان نوفيها في هذه الدنيا قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ولا حساب الا بالحسنات والسيئات عليك حقوق تقول حسنات عليك يؤخذ من حسناتك فرغت حسناتك يؤخذ من سيئات اهل الديون وتطرح عليك والعياذ بالله ويحملون اثقالا اثقالهم واثقالا مع اثقالهم الحقيقة حديث مهم جدا كنز عميق وثري جدا من كان يقول له اليوم الاخر فليقول خيرا او ليصبت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرموا جارة اما بقية الحديث فلنا معه وقفة ان شاء الله ولكن بعد الفاصل بيدن ده كنوا معي اهلا بالله مرحبا احبتي في الله مرة اخرى مع هذا الحديث العظيم والكنز العميق من كنوز سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقول خيرا او ليصبت ليعلمنا ادب الحوار وادب الكلام وقلة الكلام في امة يعني ابتريت بكثرة الكلام وقلة العمل ورب العباد سبحانه وتعالى اذا رضي عن قوم يعني رزقهم العمل ومنعهم الجدل واذا غضب على قوم رزقهم الجدل ومنعهم العمل رزق الله يعني نسأل للسلام بكثرة الجدل دي على كثرة الكلام على ان هذا يتكلم كثيرا وهذا الذي يتكلم كثيرا يجب عليه ان يعني ينصت وان يصمت وان يقلد من كلامه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه الحقيقة قبل ان ادخل على اكرام الضيف النعم جيران لنا النعم جيران لنا نعمة الصحة جار لي نعمة العلم جار لي نعمة المال جار لي نعمة الزوجة الصالح جار لي كل هذه النعم جيران لنا واجب علينا ان نكرم هذه النعم بشكر الله عليها حتى تزداد ولين شكرتم لا زيدنكم ثم قال في نهاية الحديث عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمنك الله وليوم الآخر فليكرم ضيفه الضيف ده قصة في الإسلام أولا فيه أداب الضيافة من ضمن أداب الضيافة وحقوق الإخوة للك منع التكلف والتكليف إحنا ليه عندنا الولائم والعزمات أو الأشياء هذه ثقيلة على بيوتنا لأنه يتكلف بعضنا لبعض وأصبح نعمل الولائم دي منظرة يقول لك وكان عندنا خمسين ضيف وكان على المائل عندنا مية وخمسين ضيف طب بعدين طب هذه انكالت المنظرة بئس الولائم تدعون فيها الشباع وتدعون فيها الجياف يعني الولائم سيئة عندما يعني ندعو فيها الشبعانين أصلا اللي هم عندهم النقرس وعندهم ما يكلوش اللحوم وعندهم أدوية قبل الطعام وأدوية وسط الطعام وأدوية بعد الطعام والتاني المسكين اللي مش لك يأكل هو دا لا يأكل على موائلنا وبعدين عجب البيوت تخزن مش موضة الأطعمة فقط لا تخزن الأواني والملاعق والمشعرف والسكاكين والأطباق المعينة والأكواب المعينة لا تراها إلا عند عندما يحضر ضيف طب بعدين ما أهل البيت يعني مش حلال عليهم مرة يأكلوا في هذا يعني سبحان الله وانا دا بس عشان الضيوب فانا يتكلف بعضنا يتكلف بعضنا لبعض تصبح المسئولية صعبة ويفاجئ الزوج زوجته أن فجأة اليوم عندنا كذا على يا أخي اتقل لا يعني الناس يعني سبحان الله كانوا الصحابة زمانه التابعين إذا دخلت أكل الواحد يكفي اثنين وأكل الاثين يكفي خمسة والأمور ماشية ببساطة لكن طبعا الكرم شيء طيب وإكرام الضيف واجب ولأن رزق الضيف على الله وثواب الضيف لصاحب البيت الذي ضيفه المضيف يعني ويأخذ ذنوب أهل البيت واخارجه معه فالضيف دا كله كرم كله خير كله فضل لكن في نقطة في نقطة يعني موضوع التكلف يخلينا نصعب مسألة الولاء نصعبها وبعدين سبحان الله الأداب المرعية في الضيافة لأنك تجلس في المجلس أو المكان الذي عينه لك صاحب البيت وبعدين كان من أدبه صلى الله عليه وسلم كان لا يرفض موجودا ولا يتكلف مفقودا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش يطلب شيء مفقود يقول لك والله أنا عايز نوع من المشروب اللي مش عارف الضيف المنزوع منه مادة السكر يا عمر اللي يرضى عنك ايش رب من الموجود مش عايز بلاش لكن ما تصعبش على أهل البيت المسألة مش وبعدين ايه الأكلة العجيبة دي والله احنا في بلدنا في بلدتنا لا يا راج دي أكلة ودي بلدك عجيبة جدا يا أخي ما تسخرش من عادة الناس لا تسخر من عادة الناس ما هو قبيل عندك حسن عند الآخرين والناس يعني الف لآلافهم وعاداتهم وطبائعهم وأعراف لا شوف لا تعيب على لهجة قوم ولا تعيب على أسماء قوم ولا تعيب على وجبات قوم ولا تعيب على عادات قوم يعني أنت في بلد سبحان الله يعني عجيبة مثلا تقلب الألفاظ يعني واحد يكون مريض عندهم يقول لها ده بعافية شوي واحد عندهم عزك الله أعور أو لا يرى إلا بعينه وعليه يقول لك والله ده عينه كريمة يا أخي والله ده كلام جميل كلام طيب فأنت ليه تعيب عليهم ليه تعيب عليهم في بلاد مثلا الواحد يقول له الله يعطيك العافية يقول له أمين في بلاد من البلاد العربية عنده كلمة العافية يعني النار يا أخي لا تعيب على اللهجات هو لهجته كده يا إما ننقلب كلنا أو ننعدل يعني ونتكلم كلنا لغة عربية كيف أصبحت يا فلان بخير والحمد لله وكيف كان صيامه كريم والضعي بفضل الله كان سهلا ميسورة جميل ولكن أنا أقول هذا أولادي أكيد اللي قاعدين على الشاشة الآن والبنات اللي يتحكوا يقول لك للشيخ عايزي نتكلم كما يقولون في المسلسلة المسلسلة إيه دلوه عربية اللغة العربية في جميعنا واللهجات تفرقنا ده في بعض اللهجات يوعد ابن عمه يتكلم وبأرفض عربية وكلمات عربية والوحد جاعد كده زي بيسمع واحد صيم زي بيسمع شوات دجاج يتكلمون مع بعض أو بط سبحان الله يقول الله كوري هذا هذا من سواحلي لا يقول الله لغة عربي بس لهجة ولكن نحترم اللهجات لكن لو أردنا أن نوحد العرب في بوتقة واحدة نعود إلى اللغة العربية واخترحت من قبل أن نجعل في المدارس في المؤسسات في الجامعات في المستشفيات في المصالح العقومية في المصالح يوم للغة العربية يعني يوم للغة العربية كل أسبوع أول يوم في الأسبوع يكون باللغة العربية بس ليس فيه لهجة ليس فيه لهجة السلام عليكم وعليكم السلام كيف حال وخير والله يخدم جميع والله هنستعذب اللغة العربية هوش معنى كلنا عندنا الرطانة الاجنبية ده فيه اولادنا الان يقول لك لا الانجليزي ده ده واحد مولود في اسكوتلندا لا الانجليزي ده ده استرالي ده ده عايش في استرالي لا لا الانجليزي ده بتاعها مش عارف مدينة كذا في كندا يعني بيفرق بين اللهجات في اللغة غربية ونيجي في لغتنا العربية ويسخر ابناؤنا وزوجاتنا واقاربنا من ان ندعو الناس ان نجتمع جميعنا على كلام باللغة العربية التي تجمعنا على قد ان لم نستطع هذا فلا داعي لان يعيب بعضنا على لهجات بعض فالضيف لا يتكلف كما كان صلى الله عليه وسلم مفقودا ولا يرفض موجودا هذا امر الامر الثاني المضيف من ادب الضيافة ان لا يقوم حتى الى شبع لا ومن الواجب كل الجالسين على المائدة لا يتحركون من المائدة الا اذا انتهى اخر واحد لان في ناس عندها بطء في الطعام بطء في المضغ هو اكله كده في واحد ما شاء الله عليه لا قوة الا بالله بسرعة الصاروخ لا قوة الا بالله كل اكل الجمال ويقوم قبل الرجال عنده مبادئ عجيبة في الاكل والقوانين وسنن وضعها من عنده فانا اقول انت يا سريع الاخب خليدي يعد ندب الادب ليه لما انا اقف وادهب لغسل يدي وهذا يقف وهذا يقف وهذا يقف يظل المسكين هذا بطيء الطعام يظل محرجا يظل عنده حرج عنده حياء انه يعد هو الايه لواحد لا ننتظر حتى ينتهي اخر واحد منه وكان استاذ البروتوكول والادب في الضيافة كان سيدنا الخليد عليه وعلى بينا الصلاة والسلام فما لبث فراغا الى اهليه فما لبث ان جاء بعد حنيث فقربه اليهم يعني ايه قربه اليهم يعني ما قال لهمش هما يجوموا على اللي نسمحنا الايه البوفيه المفتوح المائل المفتوح لا 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 ده وقربه اليهم ولما قربوا اليهم يعني هذا من باب الادب انه يقرب صاحب البيت الطعام ويجعله ميسورا امام الايه امام الضيوف ويرحب بهم ويهش في وجههم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من اداب المائدة واداب الطعام ان نتحدث ولو بثمن الطعام لا نجل الصامتين هكذا فنسمع قرقاعة وقعقاعة الملاعق والسكاكين لا هذا يعمل حرج للضيوف بالعكس فزاك نترك الناس على اريحيتها ونرحب بهم ومن كان يؤمنوا بالله ولي او من اخر فليكرم ضيفة فيه ناس تروح ضيوف وتكتشف ان يفتحوا لهم الباب ويتركوهم مدة يا ابن الحلال رحب بهم على الباب اهلا وسائل مرحبا واجلس واشعرهم انهم ايه انهم في بيوتهم لكن كارثة الكبرى ان يتركهم كده يا ابن الحلال لا فيه اداب معينة وانت ايها الضيوف لا تعيبوا شيئا لا على الديكور ولا النظام ايه الكلام العجيب ده انت ما عندكوش مهندس ديكور في حد يضع هذا الكرسي في هذا المكان في حد يضع هذه الفضاء هذه الثرية غير مناسبة للسجادة الله هو انت جاي من مصطحة النقد الدولي انه جعلت ان تنتقد خلق الله يا اخي ما شاء الله لك وتبارك الله ربني يبارك لكم في بيتكم يبارك لكم في طعامكم ويدعو لأهل الطعام الوليمة افتر الصائمون عندكم واكر طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم ضوف من عنده واذا طعم الانسان فلينتشر خلاص خلاص اك وتطيبوا اولا غسر يديه وقالوا خلاص لدكونا الخير ويتوكر على الله يسيب اهل البيت ياخدوا راحبتهم يجمعوا يعني ما خلف من اثار المعركة الغذائية هذه يترك الناس يعني ده المسلم خفيف الظل ليس تقيلا ليس صخرة ليس انسانا مكروه الوجود ابدا هو انسان يعني مرحب به كالغيث اينما حل نفع فمن كان يؤمن بالله وليوم الاخر فليقل خيرا او ليصبت ومن كان يؤمن بالله وليوم الاخر فليكرم جارة ومن كان يؤمن بالله وليوم الاخر فليكرم ضيفة ليه ثلاثة دول المعجزة النبوية الكلامية البلغية وضعتهم في بوتقة واحدة القول بالخير وإكرام الجار وإكرام الضيف لذا هو ده ثمرت عبادة الانسان ان يدخل السرور على الاخر ما انا لما اقول خير اهل الخير يحبوني حتى للون في الشر يتجنبوني ليه لانا اقول لك عم الرجل لا يقول الا صح لا يقول الا كلاما طيبا طب انا اكره ليه طب انا ادع عليه ليه طب ليه انا اسئ ليه بهذا المنطق ايضا اكرام الجار ده مهم ليه لان الجار ده سبحان الله ساعة الورطة اخوك يسكن في بلدة بعيدة او في مكان بعيد الى ان يأتي لانقاذك انت سبحان الله العظيم ربما لا يكون فانا ارى يعني ان هذه المعجزة النبوية البلاغية في هذا الحديث عجيبة يعني قول الخير او الصمت واكرام الجار ثم اكرام الضيف هكذا المسلم مسلم حبار عن ايه يعني سبحان الله العظيم عم زي النحلة ان اكل اكل طيبة وان شاربة شاربة طيبة وان اطعم اطعم طيبة وان وقف على عود او لي الخدشه ولا يكسر حب المعضر يحب وجوده يحب يضيفو عنده يحب يضيفو عندهم لهذا المنطق نرى ان هذا الحديث كنز كبير من كنوز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله ان يفهمنا هذه السنة وانها جعلنا وايكم من العاملين بها ونسلعكم الله الذي لا تضيوا دائعه نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله مع كنز جديد من كنوز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنسوا من صالح دعاكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته